سؤالنا اليوم هو واش نتو معا ولا ضد أنكم تاخدوا كريدي ديل السهلاك من أجل أنكم تفرشوا الدار تعاكم كي مزارة على الناس لكي يشريوا دويرات ولا كي يكريوا وكي يحصل في الفراش وكي يقول باش غادي نتعطل واحد عام وعامين باش نفرش الدار أجل ناخد كريدي ديل السهلاك باش نفرش الدار واش نتو معا ولا ضد قبل ما نسمعوا الجواب بتاعكم سمعوا الجواب ديل المستشار والخبير المالي سمو حمد الوازنة هكذا تقلب عليها واش معا ولا ضد تماما غير هي الأساس ديال الفكرة هو كي أقدرت على القرد ديل السهلاك ممكن حيث كتقدر معايا أنا على القرد ديل السهلاك ما هزوش بزياب في قلبي يعني هنقول لك لا غير هي كل هوا الظروف دياله كل هوا وطريقة الدخل دياله ووضعية المالية دياله من الأحزن إنسان يلماتريس يعني متحكم في الميزانية دياله وعارف الدخل دياله وعنده القدرة دياله القدرة دياله أنه ياخد القرد ومؤشر ديال الاقتراد عنده مزيان يقدر يدخل على هاد القرد كيف ما كنقولولي قرد السهلاك في حالتي لك تعديك الفوضى في الحياة المالية ديالك عندك الرغبة ديالك ما محداش مع الحاجيات ديالك ما مانضمش ما كتقل الميزانية ديالك ما عندك شواحد الالتزام يعني أنت أعيش واحد عشوائية مالية قرد السهلاك غير غير يزيد يدخلك في واحد الفوضى وواحد عشوائية وما غاديش تخرج منه لأنه هي بحد شي عادة الدخول على واحد القرد اللي غي سهل لك واحد الموت على الأحضية ولكن تبعيات ديالها غادية موية لونتغمية يعني على المدى القصير على المدى المتوسط والمدى البعيد إنسان اللي ما متري زيش أمور دياله وما تخصك تسول بعدك على القرد اللي غاديت تاخد واشن توقف عليه هذيك الساعة شنه يلفائد دياله واشن هم الالتزامات اللي عندك بزاف ديالأسئلة خصك تطرحهم وقبل ما تطرح هذه الأسئلة خصك تنضم بعدك الجانب المالي اللي عندك تحط ميزانية ديالك تحت شن هم الأهداف اللي هما ضرورية والأولويات اللي عندك عشن تدخل على هذا القرد موسيقى